بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه من سنن الله عز وجل في كونه التي لا تتغير ولا تتبدل أبدا تعاقب الليل مع النهار وتبدل الأحوال وتغير الأيام والليالي وتعاقب الفصول والسنوات لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا الأمر أحكاما خاصة به ومع قدوم فصل الشتاء الله سبحانه وتعالى شرع له أحكاما تختص به دون غيره من باقي الأيام والأعوام لذلك من هذه الأحكام والتي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بعضا من هذه الأحكام التي علمنا إياها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأول هذه الأحكام أن في شهر الشتاء يكثر المطر وتكثر وتشتد الرياح والعواصف ويكثر صوت الرعض والبرق في ذلك الفصل الذي رتب الله عز وجل لذلك أحكاما وآدابا خاصة به دون غيره من الأيام من هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند نزول المطر له حال يختلف فيه عن غيره من الحالات والأحوال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر من عند الله عز وجل أول شيء كان ينسب هذا الأمر لله سبحانه وتعالى فيقول مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحسر ثوبه يعني يكشف عن جسده ويعرض جسده لهذا المطر الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى ولما سئل عن ذلك قال إنه حديث عهد بربه ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أن الدعاء مستجاب فكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ومما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من الدعاء في هذه الحالة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صيبا نافعا وكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر ويستعيذ الله سبحانه وتعالى من هذا المطر ويستجير بالله سبحانه وتعالى من ذلك فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا لا علينا وده لئن وقت نزول المطر هذا المطر كان سببا في عذاب وإهلاك أقوام وكان سببا في نجاة آخرين ربنا سبحانه وتعالى أهلك فرعون وجنوده بالمطر وبالماء والله سبحانه وتعالى نجى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالماء وبماء المطر فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذا المطر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا عليه وعلى الجميع لذلك ربنا سبحانه وتعالى في غزوة من الغزوات أنزل المطر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليثبت به الأقدام كما قال الله عز وجل في قرآنه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هكذا حاله عند نزول المطر فإذا سمع صوت الرعد وإذا رأى البرق صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى والصحابة كذلك تعلموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يدعون الله عز وجل في هذه الحالة ويقولون سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فأما الرياح إذا اشتدت وإذا اشتدت العاصفة وكان هذا الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم ويقعد ويدخل ويخرج خوفا من أن تكون هذه الرياح سلطت بعذاب من الله سبحانه وتعالى فكان يدعو الله سبحانه وتعالى عند اشتداد الهواء والرياح والعواصف ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وده لئن الرياح وهذه العواصف الشديدة كانت سببا في إهلاك أقوام وكانت سببا في عذاب أقوام وكانت سببا أيضا في نجاة أقوام آخرين فأما الذين نجاهم الله عز وجل بهذه الرياح هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم الأحزاب في هذا اليوم الذي تكالب فيه الأعداء على الإسلام وعلى أهله إذا بهذه الرياح تأتي وتمزق الأعداء وتقترع خيامهم وتطفئ نيرانهم فكانت سببا في نجاة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذين أهلكوا بهذه الرياح فهم قوم عاد وغيرهم من الأقوام سلت الله سبحانه وتعالى الرياح على قوم عاد سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا يعني بالرياح وأهلكت عاد بالدبور أي بالرياح أيضا فكانت هذه الرياح سببا في إهلاكهم وكانت أيضا سببا في نجاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الأحكام الخاصة بفصل الشتاء أنه عند اشتداد المطر بصورة تمنع الناس من الخروج إلى الصلاة يباح لهم أن يصلوا في بيوتهم لذلك مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما علمه الصحابة أنهم كانوا عند اشتداد المطر بصورة تشق عليهم وبصورة فيها ضرر عليهم أن يخرجوا لأداء الصلاة كان ينادي المؤذن ويقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح يقول ألا صلوا في رحالكم وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماحة الإسلام أن عند الكرب الشديد وعند الضائقة الشديدة التي تمنع الناس من الخروج إلى الصلاة يباح لهم أن يصلوا في بيوتهم بل يجمعوا بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى إذا كان المطر نزل في وقت الصلاة الأولى كذلك من أحكام فصل الشتاء المسح على الجورب أو ما يعرف بلغتنا المسح على الشراب هذا الأمر من الرخص التي جاء بها الإسلام إن الإنسان له أن يمسح في فصل الشتاء على هذا الجورب بشرط أن يلبسه على طهارة يعني يتوضأ قبل أن يلبسه ويمسح مدة يوم وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام إذا كان مسافرا ويشترط في هذا الجورب أن يكون سميكا بحيث لا يصل الماء إلى القدم ويكون ساترا لمحل الفرض والمسح على الجورب في أعلى القدم يعني في هذا القدم هذه يمسح أعلاها وليس في أسفلها هذا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها كانت في الخف وألحق الجورب به إذا كان مطابقا له متوفرة فيه الشروط كاملة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الخير حيث كان وأن يقدر لنا الخير ويرضينا به سبحانه وتعالى وأن يعيد علينا هذه الأيام ونحن على أحسن حال على الدوام اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى